على أنغام الطائرات الروسية تعزف سيمفونية الخروج الأخير لأهالي الغوطة الشرقية بعد أعوام من الحصار والقتل والتجويع أكثر من مليوني إنسان يقطن الغوطة قبل الثورة تناقص عددهم إلى الربع بفعل ويلات الحرب وهم الآن يستعدون للحاق بمن سبقهم بآهاتهم وجراحهم حاملين ذاكرة نازفة لأطلال ديارهم سياسة الجوع أو الخضوع لم تعد من خيارات النظام السوري تجاه ضحياه بل تجاوزتها إلى سياسة أشد إيلاما وأكثر جبروتا إنها سياسة التهجير والنفي إلى غير رجعة حملة النظام السوري الأخيرة على بلدات الغوطة الشرقية جاءت بعد تصريحات وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف عن تطبيق سيناريو حلب الشرقية في الغوطة ذلك السيناريو الذي يخدش ذاكرة أهالي الغوطة بالحديث عن شعب تم تهجيره تماما من أحياء حلب الشرقية التي باتت خالية إلا من هتافات طائفية ورايات غريبة يرفعها وافدون جدد ويتردد صداها في طهران الروس الضامنون لوقف إطلاق النار وكأن شيئا لم يكن يواصلون عقد المؤتمرات وفتح الجولات واحدة تلو الأخرى في أستانا كان آخرها الجولة التاسعة التي تزامنت مع خروج الآلاف من أهالي الغوطة على وقع هدير طائرتهم وصوت مدفعية النظام السوري سقبة وحامورية وكفربطنة وعريبين وزملكة ودوما كل هذه المدن جرب على أهلها في الحملة الأخيرة شتى أنواع الأسلحة المحرمة ففي كل يوم ترتكب مجزرة تودي بالعشرات كالأخيرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية يوم الجمعة في كفربطنة وراح ضحيتها أكثر من سبعين قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال فهنا جثث متفحمة وهناك أبنية مدمرة ومن خلف الركام قطة نالها ما نال كثيرا من البشر هناك تنظر نظرة ألم علها تحرك ضمائر عجزة مجازر سبع سنين من تحريكها